تعود مشكلة الاستحقاقات المالية إلى الواجهة من جديد بين بغداد وأربيل إذ باتت هذه المشكلة أشبه بالمعضلة التي عجزت عن إيجاد حل جذري لها الحكومات المتعاقبة أضغوط السياسية والاتفاقات الجديدة بين الطرفين نتابعها مع أحمد ليث في الوقت الذي تعمل به الحكومة المركزية على تنظيم علاقتها بحكومة أربيل تعود مجددا مشاكل الاستحقاقات المالية وقضية رواتب موظفي الإقليم وتسليم الإيرادات النفطية بمواقف جديدة تخالف الاتفاقات الموقعة سابقة هناك سقف عالي دائما ما يصدر من أربيل باتجاه بغداد الذي لا تستطيع سلطة تنفيذية من إحراجها السياسي وإحراجها الدستوري أن تلبي كل طلبات إقليم كردستان وبالتالي الضغط لا يزال مستمر من إقليم كردستان باتجاه السلطة الاتحادية اللقاء السياسي بتحالف دارة الدولة هو اللقاء السياسي لا يذهب بعيدا إلى عملية تفصيل إدارة الدولة بالإدارة المؤسساتية والإدارة المالية الإقليم يحاول الضغط على الحكومة الاتحادية برفع قيمة حصته في الموازنة المقبلة بطريقة ليست على نقاه من خلال مطالباته بإضافة مستحقات رواتب موظفيه فوق الأموال التي ترسل إليه شهريا من حكومة المركز يقول مراقبون مشكلة الرواتب الإقليم يحاول أن يفصل موضوع الرواتب عن موازنة الإقليم هذا أعتقد لا مقارب الموازنة ولا يقارب من قبل الحكومة المركزية إذا أريد لها زيادة الموالغ المخصصة في الموازنة عليها أن تكون هناك تخصيصات جديدة إلى الرواتب وبالتالي سوف يرتفع سقف الموازنة المقدمة للإقليم هذا بالتأكيد مجلس النواب لن يوافق على هذه المسألة الثوابت الأساسية التي تم الاتفاق عليها سياسيا بين الإطار التنسيقي والكتل الكردية تتعارض مع خطابات الإقليم الحالية التي تهدد استقرار إدامة الصداقة في تحول في إدارة الدولة بين الحلفاء إذا ما تمت معالجتها بتسوية قرار مشترك أحمد ليث بغداد قناة الرابعة